موسيقى يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدة الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية دخل اليوم عبر معبر رفح 110 شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية من بينها أربع شاحنات غاز طهي واثنين وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة ويدري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللادئين الفلسطينيين الأنروى لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري واستقبل مطار العريش الدولي 471 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضي حملت على متنها أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة قدمت 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية قدموا المساعدات لقطاع غزة عبر طائرات مساعدات بمطار العريش بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية ترجمة نانسي قنقر